اشتركوا في القناة اقول لكم اليوم الماضي أن الأيام ستمروا بسرعة donc nous vous avons annoncé le dernier vendredi que les journées vont aller à une certaine vitesse et voilà aujourd'hui Allah subhanahu wa ta'ala nous a prolongé la vie pour qu'on atteigne le mois du pardon Allah subhanahu wa ta'ala أطال في أعمارنا وفي أعماركم أن أدركنا رمضان دخل رمضان وهذه أول ليلة من ليلة رمضان هذه الليلة اللولة ديال ليالي رمضان فخص الإنسان أخوانا الكرام ما يضيعش ولا ليلة من هذه الليالي بل بالأحرى ولا ساعة من ساعات رمضان يتعرض لنفحات الله عز وجل يطلب المغفرة لأن الله subhanahu wa ta'ala يعتق في هذا الشهر ما لا يعتق في خارجه فأولا نقول التهاني المأثورة أهله الله علينا وعليكم بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام ورزقنا الله فيه القوة لنقوم ونصوم ونقرأ القرآن فسلم الله لنا رمضان وسلمنا له وتسلمه منا هذا دعاء المأثور في قضية رمضان فاطبوا الله subhanahu wa ta'ala يقوينا ويقويكم حتى أنه نصوم هذا الشهر يعني خاصة أن ندرك ليلة القدر فيه لهي الليلة الموعودة أو الليلة المنتظرة فبعض الترتيبات العملية يعني بحلك أن ندير اسمته كل سنة أول نقطة في قضية أيها الإخوار لابد تعرفوا أن إنما الأعمال بالنيات كيقول سيد النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي يرويه عمر بن الخطاب إنما الأعمال بالنيات وفي رواية إنما الأعمال بالنية شاككت نوفو كبار سننتنسيون كبار سننتنسيون كوميدان لكت فلذلك أي عمل من الأعمال خاصة الأركان صلاة صيام كل الأركان تنبني على النية لا قد من استحضار النية لا يمكنك صلي بالنيات لا يمكنك طوضة بالنيات لا يمكنك شدتش عجب بالنيات وبالتالي فرمضان أيضا يستوجب النية هنا العلماء يختلفوا جمهور العلماء طبعا من يكون قولوا الجمهور هم ثلاثة من ربعة ربعة الإمام أبو حنيفة إمام مالك الشافعي الإمام أحمد هذو هم ربعة كاسمهم الجمهور أو كيقولوا ربعة فالجمهور يعني ثلاثة من ربعة فجمهور العلماء يقولون أنه لا بد من عقد نية لكل يوم من أيام رمضان لا بد من عقد نية يلفو ديك لغير لانتنسيون لأكل جرنة أعلمش؟ لأن كل جرنة دوما دو غمضان ممس إذا أردتنا موة يصدد شاك جرنة إتان ديبندان كل نهار مستقل على الأيام الأخرى ولذلك عند إذا كلت النهار كتخلف نهار ما كتخلفش الشهر كامل إذن ف الإمام أبو حنيفة الإمام الشافعي والإمام أحمد ثلاثة بهم يقولون أنه لا بد من عقد النية لكن كيف تكون النية؟ فهنا يعني ليس واجبا أن تتلفظ بها نويت الصلاة الله أكبر فيه يقول هكذا نويت صلاة العشاء الله أكبر فيه يقول هكذا يعني يسوكي ديكلاع لانتنسيون verbalement هي الصحور اليوم الإنسان بينه بالنفس سينوي سينصوم رمضان كامل هذه نية ديال الشهر كامل حسب الإمام مالك وإن كان حتى عند الإمام أحمد عنده قول في هذا لكن إن شاء الله كل يوم نحن نشير كل يوم إن شاء الله وإننا ننظر نسحره أيوة في السحور سيننوي أو قبل أن ننام أن الإنسان يعني ينوي أنه يصوم هذا الشهر الكريم هذا فيما يخص النية قضية ترتب العملي يعني سينصوم سينصلي إن شاء الله بحال هذا لأن الآن رمضان يقرب فالآن العشاء سيكون مع الحداش وحداش دوز ها هكذا يدوز كلنا المؤذين لحضاش وحضاش فالآن سنصلي وما سنصلي التراويح قبل العشاء سنصلي التراويح في وقت العشاء نصلي العشاء ثم نصلي التراويح لأننا كنا نربحوا واحد نصف ساعة لأننا رمضان يوصلوا اليام الطوال كنا نربحون الساعة فالآن إن شاء الله رحمة الرحيم سيساعد الله يجزي بخير سيجتهد معنا أو نجتهده معاه إحنا ما نعرف كلنا سيجتهد مع الأخر أنه معاه في منتصف الليل يطلق للناس 12 من وي بمعنى أنه سنصلي 50 دقيقة دخل فيها الأذان 50 دقيقة تبارك الله خير وبركة بمعنى يؤذن يعني في الوقت وندخل في سلاة العشاء ثم نصلي ما تيسر من التراويح ربعة ستة ثمانية حسب ما تيسر هذه في العشري يوم بخمس تشر يوم من الأولى يعني العشاء سيطلع سيوصل حتى الأنص في عشر أيام حسب سمية ما رأيتنا في الكالونضية في العشر أيام من الأولى سيوصل لحدة شنص أظن يعني سنرى إذا لقنا رأسنا الحمد لله من عندنا القوة وتولفنا وتعودنا فسنبقى إن شاء الله الأصل هو هذا أنه نصلي من شاء الله التراويح مرسلة العشاء هكذا إن شاء الله إذا شفنا رأسنا تغلبنا موجودة في جيبنا الرخصة ويختص من ما نستعملوها فغانا نرجعوك مادرنا في السنة الماضية وفي السنة الماضية إذا شفنا أنه كان قوتان لوحدة عاد كنخرجوا منا ثم كان جيوا مع ثلاثة ونص إننا في زر الآن ليوم حالة الربعة وثمنتاش ربعة وسبعتاش يعني دقيقة وغضي يهود مازال عال هه يهود حتى الثلاثة ونص فحسب يعني ما يتيسر لنا إن شاء الله غادي نمشي وإذا وقع ربق قوانا ومشينا رجبنا شهر كامل هل تشي مشكل خير وبركة ها يكزر هنا نحن غادي نمشي غادي نبني وعال الضعيف هنا ها الضعيف هنا إن شاء الله غادي نمشي معه فإن شاء الله هذا هو الترتيب لهذه يعني السنة طبعا النصائح العامة اللي كنقول لكم سيني قضية أنه جماعة يعني اللي يجزيكم بخير يعني ما معناه يعني عن كار دور عن الأقل عن كار دور أفن لعشايا فالإنسان يستسيون يعني 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 واللي يجي على الرجلي بحيث أنه واللي يجي يطوي حتى السيارة في المماء وغانبقوا كل مرة في رمضان في الصلاة في التراويح الله يجزيكم بخير كل واحد مننا كل واحد مننا يجتهد أنه نتعاون إن شاء الله في قضية يعني هذا الستسيون في هذا سميتو لا فيجيلانس نتعاون إن شاء الله يجي كل واحد مننا يجي يجي أن نكون فيجيل لا يجي أن نتعاون في البانيك يعني كل واحد منكم يتعاون يتعاون لأن راكن فوتوفير راكن يتعاون أخوتي لا تعرف شي يجي ويصل معنا ويش كذا عدنا الحراسة على بره لكن سميتو كل واحد مننا لكن يتعاون ويخبر المسؤولين يقول لهم أنا شد أكسيد هذا فأيضا كل واحد مننا يكون فيجيلان سمعت في البانيك ولكن يكون فيجيل في السربيانس عندنا الحراسة وعندنا كل شي شفتوا كالكوش سيسب كالكوش قائلا لا صحيح 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 أخوان الكرام أخواني أخواني ها يقول الكوش لو أن급ه ها يقول رسم يقول لأخواني أن يمكن المسلم أو أنه لا يوجد مسلم أخي لماذا تفرض عليه الإسلام بالسيف؟ أو أنه لا يكتب عليها لأنه يسمى مريض لا يصوم فإنعز أخوانا الكرام نحن نحن نعطي الحراسة لماذا؟ إذا كانت تبسكول عندما تخرج من الجامعة تتكر على الله يجب أن يذهب لا يوجد مقابل امن ينتظر على قبط فإنه يؤذرون الكرام لأنه لا يوجد أخرج لأنه لا يتحدث يجب أن يطلل تروح و يقف في المنصف و يتوقف أحد مميقين يذهب الأخيرة يجب أن يخرج إلى تجلس و يقول إذا سنقوش الله في هذا الحد ونطلب الله سبحانه وتعالى يتقبل مننا ومنكم وعلى كل حال يتقبل مننا ومنكم صالح الأعمال وجزاكم الله وكل خير وبرك الله فيكم الأفجر سالة التراويح في الصباح ثلاثة ونصف بداية السالة التراويح ثلاثة ونصف اليوم الصام كل عبارة من الوضعى كان هناك ال reckless ل istiyorum أعني على امزين Blastery ولم يعد لكم ما يريدون عن zwischen بذل السامب يكون الدراج ومن كنًا يجب 오도 بمجرد ايضا السامب ودينا المجرد والذي عرض عشرة والذي عرض خمسة والذي عرض واحد ستتصل مع عيسى يأتي له هذا الصون أورو لإفطار السائم هذا الصون أورو سنوكلهم هذا النهار كل شيء لهم معروضين عندي هاك كاتصون هاك دوصون هاك سيكونت هاك ديس هاك سنك حسب متى يصر فإن شاء الله الإنسان يأتي يأتي له صون أورو إذا كل واحد مننا حت في باله عندنا إفطار السائم ومن سميته تعرفوا الأجر الإفطار السائم فالله يجزيكم بخير نتعاونوا على هذه الشئة بارك الله فيكم